أفاد قسم العمل الاجتماعي بعملة شفشاون بأنه تم إنجاز 763 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2015 على مستوى الإقليم وأبرز تقرير لقسم العمل الاجتماعي تم تقديمه أمس ثلاثاء خلال الاجتماع الموسع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمناسبة تقديم حصيلة المنجزات خلال الفترة المذكورة أن هذه المشاريع تطلبت استثمارا إجماليا فاق 518 مليون درهم سهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بينها بأزيد من 234 مليون درهم عبر مختلف برامجها هذا الشيماع الذي نعقد اليوم هو الشيماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية الموسع لأنه بالإضافة لجنة الأعداء الدائمين للجنة الإقليمية تم استدعاء كذلك ممثل المصالح الخارجية الجهوية والغرف الجهوية كذلك تم حضور كافة رؤساء الجماعة الترابية وكافة مصالح الخارجية بالإقليم والمجتمع المدني والسلطات المحلية هذا الشيماع نعقد في إطار تقديم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأقليم الشفشاون برسم المرحلتين مرحلة الأولى 2005-2011-2010 مرحلة الثانية 2011-2015 وعلى هامش هذا الاجتماع تم تسليم سيارة للنقل المدرسي لفائدة الجماعة القروية بتمويل كامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدره 440 ألف درهم وتسليم سيارة لنقل الأموات لفائدة جماعتين بن إحمد الغربية وود مالحة بغلف مالي قدره 440 ألف درهم من بينها 280 ألف درهم كمساهمة من المبادرة